السؤال الثاني إن الوالدتها جحد عليهم جداً هي يمكن أصدقاء تقول مش كريمة معاهم لأنه بتعملهم معاملة وحشة إزاي هما بيبقى في نفسهم أشياء منها وفي نفس الوقت هما بياخدوا حاجات من وراها أنا عندي سؤال من شقين إحنا دايماً نقول مع الوالدين حتى وإن ظالمانا الأب أو الأم أو واحد منهم دون الآخر وجب على الإنسان البر والحكمة دايماً ضلت المؤمن ومطلوبة إن الإنسان يتعامل مع الآخرين بالحكمة ويصبر الإنسان اللي في قلب الإنسان ده بيبقى غصباً عنه بيبقى غصباً عن الإنسان ورحم الله والداً أعانى ولده على بره النبي عليه الصلاة والسلام وجه الأباء والأمهات إلى ضرورة الإحسان إلى الأولاد عشان نعين ولدنا على برنا فما نبقاش قصين ما نبقاش جحدين معاهم لكن الأولاد برضو يعذروا الأباء والأمهات ربما يعني ترعرعوا أو كبروا في بيئة كان فيها قصوة ما كانش فيها حنان ما كانش فيها رحمة في التعامل نعذر لهم ونتعامل بالحكمة ونعرف إن إحنا عايزين برضو ننجح في هذا الامتحان مش عايزين إن إحنا يبقى فيه مخالفة وعصيان بالنسبة بقى إن إحنا بناخد حاجاتها من وراها بتاعة البيت لا يا جوز أخذ شيء من حاجات الستة الولدة دون إذنها طب إيه الحل في اللي إحنا عملناه لو رحنا قلنا لها وإنها تسامحنا ده حل وحل تاني عشان ما نخشش في مواجهة معاها نرجع الحاجات دي من سكات زي ما خدناها من سكات مرة تانية ونسأل الله المغفرة وإنه يغفر ويرحم يا صاحبة السؤال